حبيبي أبنائي وتلاميذي تلاميذي الصف الخامس الابتدائي أهلا بيكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة العلوم هنشرح إن شاء الله مع بعض الدرس الثالث نشاط رقم 5 و 6 و 7 من المفهوم الثاني وصف وقياس المادة الفصل الدراسي الأول على قناة العلم والمعرفة خصائص المادة قبل ما نبدأ في الدرس هسأل سؤال لو أنا حرقت قطعة ورق زي ما احنا شايفين في الفيديو تمام هل ممكن أرجع قطعة الورق لطبيعتها مرة تاني يعني ترجع لقطعة ورق تاني أقولك لأ لإن طبيعتها تغيرت زي ما احنا شايفين هي بتنزل إيه دلوقتي بتنزل مادة جديدة مادة إيه جديدة اللي هي على إيدي داية تمام كده مختلفة خالص عن الورق صح كده ولا أه طبعا صح يبقى إذن كونت مادة جديدة عشان كده العلماء قسموا خصائص المادة إلى نوعين إلى كم نوع إلى نوعين الخصائص الفيزيائية والخصائص الكيميائية تعالوا ندرس مع بعض الخصائص الفيزيائية للمادة على فكرة الخصائص الفيزيائية والخصائص الكيميائية اللي اتنين مختلفين عن بعض خالص يعني فيه فرق كبير بين الخصائص الفيزيائية والخصائص الكيميائية ازاي؟ اقول لك الخصائص الفيزيائية ممكن الاحظها بسهولة من خلال الحواس بتاعتي الحواس بتاعتي اللي هي ايه؟ اللي هي حسة البصر حسة الشم حسة التزوق حسة اللمس طب نضرب امثلة خلي بالكم معي ممكن الاحظ الخصائص الفيزيائية من خلال اللون يعني اللون دي اعتبر خصائص الفيزيائية للمادة طب ازاي؟ عايزين توضيح اكتر؟ حاضر خلي بالكم معي احنا دلوقتي لو انا جبت الموز والتفاح هل اللي اتنين في اللون زي بعض؟ اقول لك لأ لون التفاح غير اللون ايه؟ غير لون الموز يبقى ازاي اللون دي خصية فيزيائية طيب لون الزهب زي لون الفضة؟ اقول لك لأ اللي اتنين مختلفين خالص يبقى ازاي اللون من ضمن الخصائص الفيزيائية للمادة وايه تاني؟ اقول لك الشكل يعني شكل التفاح مستدير صح كده؟ بيختلف عن شكل الموز يبقى الشكل خصية فيزيائية من خصائص المادة يبقى نقول نشوف حاجة تاني الملمس اقول لك ان في مادة ملمسها خشن وفي مادة ملمسها ناعم يبقى احنا اخدنا كده هود اللون والشكل والملمس دول اعتبر من ضمن الخصائص الفيزيائية للمادة يبقى الملمس من ضمن الخصائص الفيزيائية والطعم من ضمن الخصائص الفيزيائية للمادة يبقى اذا انا قدرت الاحظ خصائص المادة الفيزيائية نركز في كلمة الفيزيائية من خلال مين؟ الحواس بتاعتي ازاي؟ ازاي؟ اقول لك انا شميت ريحة التفاح وعرف تفرق التفاح عن الموز من خلال الرائحة كمان الشكل من خلال عناية صح كده؟ اعرف ان التفاح ده شكله مستدير وشكل الموز طولي تمام كده؟ يبقى انا عرف تفرق من خلال ايه؟ من خلال الحواس حاسة البصر تعالي نشوف تاني يبقى احنا قلنا ايه؟ الرائحة وكمان الطعم الطعم من ضمن الخصائص الفيزيائية للمادة زي ايه مثلا؟ زي طعم التفاح غير طعم الموز يبقى انا كده عرفت الخصائص الفيزيائية للمادة نقولهم بسرعة اللي هي ايه؟ اللون الخصائص الفيزيائية اللون والشكل والملمس والرائحة والطعم تعالوا نشوف الخصائص الكيميائية للمادة طيب الخصائص الكيميائية دي عبارة عن ايه؟ اقول لك مجموعة خصائص تعبر عن كيفية تفاعل المادة مع مادة اخرى بشرط ان هي تكون مادة جديدة تاني نبسطها شوية يعني مادتين مع بعض تفاعلوا مع بعضيهم مادتين مالهم تفاعلوا مع بعض كونوا لي مادة جديدة زي ايه؟ اقول لك زي قابلية اشتعال المادة زي احتراق الورق بيانتج مادة جديدة يعني انا جبت ورقة زي ما احنا شايفين هنا في الفيديو وايه؟ وحرقتها عملت ايه؟ طبعا النار مع مين؟ النار مع الورق دولة مادتين يعتبروا تمام كده؟ كونوا لمادة ايه؟ مادة جديدة اللي هي في ايه دي؟ اللي هي ايه؟ الرماض يبقى دي اسمها الرماض يبقى الورق تحول الى مادة ايه؟ مادة جديدة ده اسمه خصائص كيميائية خصائص ايه؟ كيميائية طيب ناخد مثال تاني قابلية المواد للصدق زي مثلا مصمار الحديد لما يصدي ده كون مادة جديدة يبقى الحديد تفاعل مع ايه؟ تفاعل مع الماء يعني لو انت جبت اللي هو شايفين سلك المعين ده تمام كده؟ لو انا حطيته في الماء وروح تعرضته للهواء مثلا يوم او يومين ايه اللي بيحصل؟ بنلاقي بيصدي يبقى اذا تفاعل الحديد مع الماء او الهواء وكون مادة جديدة ده مادة ايه؟ جديدة مختلفة خالص عن المادة الاولى يعني مثلا الرماد اللي احنا شوف نها ده اللي هو ناتج من الورق ده مادة جديدة خالص مختلفة عن الورق خالص اللي هي المادة الاولى طيب صدى الحديد صدى الحديد ده مختلف خالص عن الحديد نفسه تمام كده؟ ده اسمها خصائص كيميائية يبقى لما يجي سؤال يقولك احتراق الورق او صدى الحديد من الخصائص نقطة للمادة اقول له ايه؟ من الخصائص الكيميائية للمادة تعالوا نتدرب مع بعض بيقولك يسسؤال هنا حدد نوع الخاصية سواء كانت خاصية فيزيائية ام كيميائية رقم واحد طعم السكر الطعم ده بايه؟ بالحواس طبعا يبقى اذا اقول له ايه؟ فيزيائية رقم اتنين رائحة العطر اقول له طبعا ده ايه؟ ده خاصية ايه؟ خاصية فيزيائية لان انا شاميتها بايه؟ بالحواس بتاعتي طيب رقم اتنين قابلية الشمع للاشتعال اقول له دي كيميائية خاصية ايه؟ كيميائية ليه؟ لان طبعا لما انا بحرق الشمع تمام كده؟ او بشعل الشمع ده بيكون لمادة جديدة خالص تمام؟ طيب رقم اربعة امكانية تغيير لون التفاح بعد تقطيعه يعني انا قطعت التفاح وسبت فترة بلا ان هو عمل ايه؟ لونه تغير يبا اذا اقول لك دي ايه؟ كون لي مادة جديدة دي اسمها ايه؟ اسمها خصائص كيميائية ليه؟ للمادة بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد درجة الحرارة اقول لك درجة الحرارة من الخصائص الفيزيائية للمادة وانا ممكن اقيس درجة الحرارة بايه؟ بالترمومتر يبا يمكن قياس درجة الحرارة بايه حبيبي؟ بالترمومتر واحنا درسنا قبل كده ان المادة تتكون من جسيمات صغيرة جدا والجسيمات دي في حالة حرقة مستمرة يعني باستمرار سواء مثلا جسيمات الحديد جسيمات الخشب جسيمات الماء جسيمات اي مادة تمام كده؟ دي بتتكون في حالة حرقة مستمرة ولما حركة الجسيمات بتزداد سرعتها يعني الجسيمات دي احنا بنقول ايه؟ في حالة حرقة كل ما جسيمات حركتها بتزيد اللي بيحصل بنلاقي ان بتزداد الطاقة الحرارية من المادة يعني بنلاقيها بتسخن تمام كده والجسيمات الاسرع بتكون درجة حرارتها اكبر من الجسيمات ايه من درجة حرارة الجسيمات الابطأ تمام كده يعني الجسيمات السريعة بتكون درجة حرارتها ايه اكبر من الجسيمات البطيئة يبقى ايه تعريف درجة الحرارة طبعا فضلا وليس امرا بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد طبعا تعريف درجة حرارة ايه اقولك هي مقياس لمدى سرعة حركة الجسيمات المكونة للمادة تاني يبقى دي درجة الحرارة مقياس لمدى سرعة حركة الجسيمات يعني كل ما تكون حركة الجسيمات سريعة كل ما تكون درجة الحرارة مالها عالية وكل ما تكون حركة الجسيمات بتاع المادة بطيئة كل ما تكون درجة الحرارة ايه منخفضة ونقدر نقيس درجة الحرارة بايه اقولك بالترمومتر يبقى تعريف درجة الحرارة اقوله مقياس لمدى سرعة حركة الجسيمات المكونة للمادة تعالوا نشوف الحجم والكتلة ودول من ضمن الخصائص الفيزيائية للمادة زي درجة الحرارة دي من ضمن الخصائص الفيزيائية للمادة يبقى الحجم والكتلة ودرجة الحرارة من الخصائص الفيزيائية المادة هنعمل مقارنة بسيطة بين الحجم والكتلة الحجم ايه هو الحجم؟ تعريفه ايه؟ اقوله مقدار الفراغ او الحيز الذي تشغله المادة تاني ايه هو الحجم؟ اقوله مقدار الفراغ او الحيز الذي تشغله المادة طيب وحدات القياس انا ممكن اقيس الحجم بايه؟ اقولك باللتر او المليلتر او السنتيمتر المكعب تاني يبقى ممكن وحدات القياس بتاعة الحجم ايه اقولك اللتر او الملي لتر او السنتيمتر المكعب طيب ممكن انا احول الوحدات بتاع الحجم اه طبعا اقوله الواحد ملي بيساوي واحد سنتيمتر مكعب طيب الواحد لتر بيساوي دي اقولك بيساوي 1000 ملي لتر او بيساوي 1000 سنتيمتر مكعد طيب بالنسبة للكتلة اقول لك الكتلة تعريف مقدار ما يحتويه الجسم من مادة تاني ايه معنى الكتلة او تعريف الكتلة او مفهوم الكتلة اقول لك مقدار ما يحتويه الجسم من مادة ممكن اقس الكتلة بايه ايه هي وحدات قياس الكتلة اقول لك الجرام او الكيلو جرام طيب ازاي احول الوحدات بتاعت الكتلة اقول لك الواحد كيلو جرام بيساوي الف جرام نشاط رقم 6 البحث العملي قياس الخصائص يعني احنا هنحاول ان احنا نوصف ونقيس الخصائص الفيزيائية للمدنة عشان نعمل تجربة لازم ولابد ان يكون في ادوات وفي خطوات نعملها طب الادوات زي ايه هنجيب قضيب معناطيسي وهنجيب مجموعة اجسام زي الاجسام ديه مكعبات خشبية ورق الامونيوم مشابك ورق معدنية كمان كرات ايه التنس وهنجيب ميزان وهنجيب ماء ومسطرة مترية ووعاء زجاجي طيب بعد كده الخطوات هنشتغل ازاي في الخطوات طبعا بيقولك ايه صف اكبر عدد ممكن من خصائص كل جسم زي اللون والملمس يعني مثلا عايز يعرف لون مثلا مكعبات الخشب اقوله طبعا لونها بني طب الملمس اقوله ايه اقوله الملمس نعم طبعا كده طيب بالنسبة مثلا بيقول لي ايه رقم الخطوة رقم اتنين املأ الوعاء الزجاجي بالماء وضع فيه الاجسام وحدد اي الاجسام تطفو ايها تغوص يعني هنجيب الوعاء اللي معنا احنا وهنضع فيه كمية ايه مية وهنحط الاجسام كلها اللي هي ايه مكعبات الخشب وورق الالمونيو وشبك الورق المعدنية وقرات التنس وهنشوف اللي هيطفو واللي هيغوص طيب بيقولك ايه الخطوة رقم 3 قرب الاجسام من المعنطيس وحدد اي الاجسام تنجذب وايها لا ينجذب يعني هنقرب المعنطيس لمين الاجسام وبعد كده هنشوف مين اللي هنجذب المعنطيس ما عنديش غير اللي هي مشابك ورق معدنية اللي هي تنجذب المعنطيس اما مكعبات الخشب وورق الالمونيو تمام وكرة التنس مش هنجذبوا ليه للمعنطيس الخطوة رقم 4 قم بقياس بعض خصائص الاجسام زي الكتلة والطول يعني هنشوف مثلا كتلة كرة التنس وكتلة مكعب الخشب وورق الالمونيو وكمان كتلة مين مشابك الورق المعدنية وهنشوف طول كل منهم طيب الخطوة رقم 5 حاول تغيير حجم الاجسام يعني ممكن ورق الالمونيو نعمل نطوي او نعمل ايه او نقصه يبقى انا كده غيرت ايه غيرت حجم الاجسام طيب عايزين نعرف النتائج والملاحظات هناخد ايه مثلا مشابك ورق الالمونيو وهناخد مكعبات الخشب بالنسبة لللون اقول لك طبعا مشابك ورق المعدنية دي لونها اسود مكعبات الخشب لونها ايه بني الطفو او الغوص اقول لك مشابك ورق معدنية دي بتعمل ايه تغوص طب مكعبات الخشب بتطفو تطفو فوق سطح الماء طيب بالنسبة للملمس مشابك ورق معدنية ناعم طب ومكعبات الخشب اقول له ناعم طب كتلة مشابك ورق معدنية اقول له المشبك الواحد ممكن يكون فيه واحد جروم طب مكعبات الخشب اقول لك ممكن يكون فيه مثلا عشرة جروم طيب الانجزاب للمونطيس اقول لك مشابك الورق المعدنية بتنجذب المغناطيس أما مكعبات الخشبية لا تنجذب للمغناطيس طيب بالنسبة للنتاج بعض المواد تنجذب للمغناطيس صح كده زي مشبك الورق المعدني وبعض المواد لا تنجذب للمغناطيس زي ورق الألمونيو لا ينجذب المغناطيس طيب الحاجة التانية أقولك بعض المواد تطفو فوق سطح الماء زي الخشب وبعضها يغوص زي مين؟ زي مشابك الورقة المعدنية طيب التحليل والاستنتاج احنا ممكن نوصف ونقيس المادة عن طريق الخصائص الفيزيائية زي اللون والملمس والكتلة والانجزاب للمعنطيس والطفوة أو الغوص دي اسمها خصائص فيزيائية نقدر نقيس بيها خصائص المادة طيب تغير حجم الجسم يعني أنا لما قصيت ورق الألمونيوم ده طبعا لا يؤثر على معظم خصائص الفيزيائية الحاجة الأخيرة قطع الجسم لا يغير من كتلته ده حيث يكون مجموع كتل القطع مساويا لكتلة الجسم العصلي يعني ايه الكلام ده وتركزوا معي يعني أنا لو جبت سيخ حديد لو جبت سيخ هي حديد ووزنت وطلع عندي كيلو طول السيخ الحديد ده مثلا وليكن طوله متر وروح تقسمته على عشر قطع وجيت حطيته على الميزين نفس العشر قطع اللي هي طول طول قطعة الحديد أو السيخ الحديد تمام قطعتها على كام على عشر حتت على عشر حتت وبعد كده روح تحطيتها على ميزين هلاقي العشر قطع اللي حصل بيجي كيلو يبقى اذا قطع الجسم لا يغير من كتلته بس بشرط ان يكون مجموع كتل القطع العشر قطع اللي هما ايه اللي هما اصلا كانوا قطعة واحدة مساويا لكتلة الجسم ايه الاصلي تمام كده جابي النسبة للبحث العملي قياس الخصاص نشاط رقم سبع قياس المادة هلاحظ حاجة ان المادة الاكبر حجما ليست دائما المادة الاكبر كتلة يعني ايه يعنم الشرط ان الحاجة او المادة اللي حجمها كبير تكون هي كتلتها كبيرة زي ايه مثلا زي مثلا حجم علبة الحليب الفارغة زي ما احنا شايفين في الصورة اكبر من حجم كرة البس بول تمام كده ولكن كتلة كرة البس بول اكبر من كتلة علبة الحليب الفارغة يبا الكتلة ماشي احنا شايفين ان ايه كرة البيسول ايه صغيرة صح وحجم علبة الحليب كبيرة فبديها هتقول ايه لا دي اتقل او دي كتلتها ايه كتلتها اكبر بالنسبة لمن بالنسبة لعلبة الحليب لا طبعا كرة البيسول هي كتلتها الاكبر بالرغم ان حجمها ايه حجمها صغير يبا اذا المادة الاكبر حجما ليست دائما المادة الاكبر ايه الاكبر كتلة كمان في حاجة تاني مهمة كلما زاد حجم الجسم زاد الحيزة الذي يشغله يعني علبة الحليب حجمها كبير فوغد حيز مساحة كبيرة صح كده طيب يبا اذا كلما زاد حجم الجسم زاد الحيزة الذي يشغله بكده يا حباب قلبي ننتهي من شرح الدرس الثالث خصائص المادة بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكاسركم كل جديد والى اللقاء حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته